لم تشاله إعاقته عن تفريج كربة المعاقي وسد خلة المحتاج في حدود ذات إمكانيته وحيز تحركه المؤسسي محمد لمين السيد متجاوز إعاقة وممتط إرادة من فئة ذو الاحتياجات الخاصة يقطن بأحد الأحياء الطرفية في مدينة تججع عاصمة ولاية تقانت أسس عام سبعة وألفين جمعية للعناية بالمعوقين ومرضى فقراء تقانت ولأن قصة المؤسس سابقة على حكاية المؤسسة يروي محمد لمين لقناة المرابطون تفاصيل مسار إعاقته حيث كان شخصا سوي الجسم قبل أن يصاب بالشلل عاق حركته جراء لقاح تلقاه وهو رضيع أنا الحمد لله أن تكون أعظم حسب اللي قال الوالدي أني خلقت سوي الجسم ينعت في نهاية السنة الأولى من الرضاعة لأنه خلقت حركة دقة ذلك الزمن تقريبا من هذه الدقة التي نعطيها للشاسرة في السنة المبكرة وصابتني منها هذا الشلل الحركي وعطت مقعدته بالطريقة ذاهية ومن موقعه المؤسسي واتساقا مع خطاب جمعيته المتجه إلى الجهات الرسمية والدوائر الحكومية يدعو محمد لمين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إلى إلاء الأشخاص ذوي لعاقة في الداخل الموريتاني لفتة عناية الارتقاء بأوضاعهم وتسريع وتيرة إصدار بطاقة ذوي لعاقة والتأمين الصحي لها ذكرا أن أولب أفراد هذه الشريحة من الفئات المعوسة فمم المل رواية نحن قط جاءنا إعلان بأننا نعدلوا بطاقة الشخص المعاق وطرحنا لها ملفات وفات طالبت منهم الدولة الوزارة إلى 80 ملف وقاستها وردت لنا بطاقة الشخص المعاق وهذا فترة طويلة وقالت لنا لها ملفات تعطينا بطاقة التأمين الصحي وهذا نبقته عجل وثيرت ومن اللي يشتري حياة فيها ياسر من المرضى 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 العادي المرضى الضار في العادي وفيها المرضى المل اللي عنده متابعة طبية شهريا وارض ناصات باهظة توفير وسائل مناسبة للنقل ومنح قطاع أرضية بالمقاطعة مطلبان من بين إجراءات خدمة وتدخل يهيب محمد الأمين بالحكومة والخيرين وأصحاب الأياد البيضاء إلى العمل من أجل إيجادها ووضع حلول عاجلة إلى وضاع المعيشية التي تعانها فيئة ذو العاقة رسالة موجهة لمن يهمه الأمر سواء كان محسن سواء كان دولة ذلك نحن مهمة لنا موجهة ذا الرسالة لمن يهمه الأمر نبقى وسيلة نقد ثانيا نبقى قطعة أرضية من طرف الدولة ونبقى حد ما الذي دلنا فيها مكان كينجول وإدارة دائما لا نأجر ونأجر أجور ما الذي تعود ما نعلينا في ظروف ونبقى نعود وما عندنا لها تسديد وفق تصريحاته لقناة المرابطون يتلقى محمد الأمين وعشرات الأشخاص من ذو العاقة راتبا سنويا من لدن المندومية الجهوية للعمل الاجتماعي بالولاية غير أنه مبلغ زهيد لا يكاد يسد نفقات هذه الشريحة من المجتمع التي تعاني لغبنا وتنشد تدخلا حكوميا لتخفيف معاناتها وفق تأكيد محمد الأمين أحمد البابي المرابطون تيجكشا